في لعبة الساق الوحدة معايا اثنين من نجوم كرة القدم للساق الوحدة منورني جوه الستوديو هنا محمود عبدالعظيم وعبدالله مصطفى عبدالعظيم ازايك؟ ازايك؟ ازاي حضرتك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله حل والحمد كله كويس؟ كله تباك هو النجم المحترف في تركيا في فريق قيساري مالاجازي التركي ومنورني كمان عبدالله مصطفى عبدالله نجم نادي الزمالك اهلا وسهلا منك اهلا وسهلا منك كله كويس؟ كله تباك كله سلام انت طيب انت بسلام السلام عيد سعيد عليكم يا رب سلام طيب وعيد سعيد على الشعب لمواصل كله يا رب ان شاء الله على فكرة الاثنين اصدقائي كده كده فهي قعدت صحاب بس الغرض منها ان احنا نحط النور اكتر على ازاي اللعبة دي وصلت للمكان اللي هو فيه وازاي ممكن توصل لابعد من كده كمان هابدى بيك انت الاول واسألك عن البداية البوست الشهير الرغبة مش انت اللي كانت البوست صح؟ ايه اللي حصل؟ احكيلي عن البداية دي البداية كانت من انتشار صورة الشقلواز الشهيرة في فرحة اول مصر لسعودنا لروسيا 2018 ماتش الكونغو اه ماتش الكونغو بعد ما محمد صراح سجل ضربة الجزاء واكتشفت ان احنا لنا رياضة رسمية ليها كاس عالم ليها كاس امم اوروبية ليها كاس امم افريقية ليها كمان شامبيوز ليج بس احنا مش موجودين بدأت لان كان حلمي من احلامي وانا صغير ان انا ابقى لاعب كرة كبيرة وابقى معروف وكل الناس تعرفني وتشجعني بس شاءت الاقدار ان احصل لي حادث وافقت فيه رجلي بعد ما فضلت في المستشفى سنتين سنتين وعملت فيهم تسع عمليات والحمد لله خرقت وقلت الحمد لله على قضاء ربنا وانا راضي بس لقيت ان فيه طاقة نور او طاقة حلم جديدة تجددت بالحلم ده ان لينا رياضة رسمية وكان لازم اتكلم عنها واللعبة يبقى ليها وجود شرعي في مصر وبدأت عملت البوست وعملت دعوة والحمد لله تسع لعبين استجابوا عملنا اول ايفنت بتسع لعبين تسع لعبين تسع لعبين بالضبط هتكلم معك عن القصة دي بس عايزينا استعرض الاول للصورة بتاعت النجم اللي كان نجم من نجوم طريقة الاحتفال بالتأهل محمود عبدالعظيم زي ما قدامنا ده تشيرت الاهلي اه سجل صلاح ونزل الكل يحتفل ولكن هناك في جانب اخر من جانبات ملعب برج العرب شاب قرر انه يستخدم العكازين علشان يظهر احتفال كان احتفال ايقوني لكل المصريين اللقطة دي كلمني عنها ايه ملابساتها معظيمة اللقطة دي بالنسبة لي كانت اول مرة اعملها وكانت بتعبر عن فرحتي لان انا ما كنتش اعرف ان انا بتصور اصلا انا يعني كله بيجي دور للعيب على ارض الملعب وانا قررت ان انا اعمل الحرقة دي بطريقة عفوية جدا وطريقة تظهر فرحتي ان انا يعني انا برضو موهوب انا عندي كمان موهبة ايه فعملتها بعفوية وروحتم وكنش اعرف ان انا اصلا اتصورت اتبعتتلك واتبعتتلي وعرفت ان انا كنت ترنت في الليلة بتاع التقهول مصر ايه